أول خبر بنكلم فيه على واتساب بيقول واتساب تطيح ميزة رسائل الفيديو الفورية رسمياً ده أصبح متاح يا جماعة دلوقتي إنك تبعت رسالة بدل الرسالة الصوتية تبعت رسالة الفيديو التحديث الأخير اللي قامت به واتساب أصبح في إمكان المستخدمين استخدام ميزة جديدة ومهمة وهي رسائل الفيديو الفورية الميزة دي بتسمح للمستخدمين إنهم يبعثوا رسائل فيديو لبعضهم رسالة سريعة أو فيديو سريع كده بطريقة سريعة ومباشرة الميزة دي بتعد إضافة جديدة وكنا كلمنا على قبل كده بشكل تجريبي كانت بيتم تجربتها في واتساب لما تم دلوقتي إطلاقها بشكل رسمي زي ما قلت لكم هتوفر وصيلة سهلة وسريعة ومباشرة للتواصل من خلال الفيديو رسائل الفيديو الفورية في واتساب يعني إنك تبعت رسائل زي رسالة الصوتية بالضبط بس عن طريق الفيديو يقدر المستخدمين إنه يصوروا الفيديو باستخدام الكاميرا بتاعتهم طبعا سواء كانت الأمامية أو الخلفية ويبعتوها لجهة الاتصال اللي بيتكلموا معها علشان تبعت رسالة فيديو سهلة جدا بسيطة بس في ناس بيتلقبطوا فيها نفس الزرار اللي هو بتاع التسجيل للرسالة الصوتية المسوا لمسة يعني ضغطة بسيطة جدا هتلاقي الايكون اتحولت لشكل فيديو بعد كده اضغط عليه كأنك بالضبط بتبعت رسالة صوتية بس في الحالة دي هتبقى صوت وصورة هتبعت فيديو والفيديو في الآخر بتبعت على شكل دائري زي ما انتم شايفين كده على الشاشة هي دي الميزة الجديدة اللي أضافتها واتساب وزي ما قلت لكم تم إطلاقها رسميا طب لو مش موجودة عندك بالضبط نفس الطريقة اللي ظاهرة على الشاشة لو مش موجودة عندك القصة مجرد انك تحدث نسخة الواتساب اما تيجي تبعت رسالة صوتية المس مكان رسالة صوتية مكان المايك ده هيتحول لشكل فيديو اضغط عليه بقى سواء تضغط عليه الفوق او تضغط عليه وتفضل دايس ايا كانك بتبعت رسالة صوتية عادية جدا وهتتبعت فيديو ودي طريقة لطيفة للتواصل اي نعم مزعجة شوية يعني ممكن تلاقي واحدة بتكلم جزء بتقول له انت فين؟ يقول له انا مثلا مع محمود فتقول له طب يبعت لي فيديو سريع لانه انت مش بتساقل ما يفعش تساقل فيديو يعني انت الطريقة دي مش بتبعت فيديو انت بتفتح هالكاميرا تسجيل في نفس اللحظة وتبعته يعني خدوا لكم القصة دي